أستاذ جمال تبتدي بيانة أنا؟ طبعا أهل اليمين يعني وأهل اليمين برضو كده في أمل آه في أمل في مشاكل أكيد في مشاكل ومشاكل كتير الأمل جاي منين؟ جاي من إحنا سوق وعد 90 مليون 90 مليون مستهلك للأسف الاستهلاك ساعات بيبقى أزيد عن اللزوم وبيأثر على المشكلة اللي إحنا جايين علشان النهاردة اللي هو الدولار بمعنى إيه؟ لا إحنا مش جايين للدولار بلاش طيب أنا مش وقف عن دولار خلاص ماشي الفكرة الأسسية إن إحنا آآ آآ لازم نبتدي نفكر بطريقة مختلفة شوية أنا ليه نظرية مختلفة وفي بعض الناس بتأيدني وفي بعض الناس يعني ما بتوافقنيش في الرأي في الحتة دي أنا مش شايف إن آآ إن إحنا نروح البنك الدولي آآ دي مشكلة آآ إحنا طيب أنت كده دخلت معي في الحلول على طول آي أنا كان نفسي أفهم وجهة نظرك إيه المشكلة؟ هي في أين أزمة الاقتصاد المساعدة؟ أزمة الاقتصاد آآ آآ قلة إنتاج دهني ملا واحد واخبال حقيقتك وقلة الإنتاج وعدم الاستقرار آآ دول بيتسببوه في بطالة أكتر في عدم آآ آآ ورود استثمارات سواء محلية أو أجنبية آآ السياحة الدخل بتاعنا كله بيتأثر بالعوامل الأساسية اللي هي الأمن والأمان الأمن سهل ممكن نجيب عسكري يمشي وراء كل واحد الأمن توفر لكن الشعور بالأمان لدى المواطن أو لدى المستثمر إنه هو يستثمر ويبقى عارف إنه هو قادر إنه هو يكسب ويحول فلوسه والكلام ده ده النهاردة شعور مهم جداً للمستثمرين إنه تبقى موجود لو حلينا الاتنين دول أغلب مشاكلنا هتتحل إنتاجيتنا لازم تزيد استهلاكنا لازم النمط بتاعه في كل حاجة في الكهرباء في المياه في الأكل في الشرب يترشد كله لازم يعني فعلاً بقى ربط الحزام هنا اللي هو زي ما هني قال الترشيد إزاي أرشد استهلاكي ده عشان أقدر إنه أنا أعيش في منظومة موزونة للبلد النهاردة عندنا مشكلة إنه إحنا بنستورد أغلبية أكلنا يعني الناس المصدرين المصدر بيقولك أنا عايزة أصدر بس هو بيستورد 90% من احتياجاته يعني في الأول في الآخر هي القيمة المضافة اللي بيحطها فإحنا النهاردة دي مشكلة لازم نشوف البدائل للإستيراد إيه وابتدي من أول إننا لو مثلاً الأعلاف يبقى لازم أزرع الدرة أشوف حلول إن أنا أصنع الحاجة عندي وبعدين أصد ده مش معناه إننا لازم يبقى صدراتي قد ورداتي لا لأن في الخدمات وإحنا بلد الحمد لله ربنا مدينا خمس مصادر الخمس مصادر دول ينفعونا لأن خمس مصادر النهاردة أنا بروح للحلول معلش أنا من نوع اللي ما بقى أنا بتبقى لشيطك على طول بتحديث حاول الحتة بتاعت الاستيراد والتصدير وعندنا السورفزز السورفزز إحنا طول عمرنا اللي كان نفعنا كانت السياحة والخدمات والمصريين اللي عاملين بالخارج قناة سويسي يعني اللي عاملين بالخارج دول أنا ممكن أستورده وبعين فيه تجربة قبل كده السعودية عملتها قالت هنزرع الأمح زرعوا الأمح بقى عندهم الأمح الطن مثلا بيكلفهم 600 دولار وهو بيباع بمية فقرروا أنهم يعني اللي بيسافر يلاقي السعودية كلها حاجات مدورة رمل كده كانت أساسا مزرع أمح فالنهار ده أنا مش لازم أن أنا صنع لو أنا هقدر أجيبها أرخص بس أنا لازم يبقى عندي المصادر اللي تغطي للجاب بين ده حيوصلنا للدولار بقى والعملة الصعبة ده حيوصلنا للعملة الصعبة والدولار وده مشكلة مش في اتحدي خارج